من الثاني والعشرين فيفري إلى الثاني والعشرين من شهر جوان أربعة أشهر من الحراك خرج الشعب للمرة الأولى ضد العهدة الخامسة فأقال بوتفليقة وأدخل السعيدة وتوفيقة وترطاقة وسلالة وأو يحيا وعمارة بنيونس وتحكوت وحداد غاياهب السجن وألغى الشعب انتخابات الرابع جويديا وإنجازات أخرى ما كان لها أن تتحقق لولا إرادة هذا الشعب ومساندة المؤسسة العسكرية له ما تحقق أصبح من الماضي وما ينبغي اليوم العمل عليه هو المستقبل فبعد أربعة أشهر من الحراك يقف الجزائريون اليوم يتأملون مستقبلا غامضا بالنسبة لهم فلا ورقة طريق سياسية تجمع الجزائريين ولا المبادرات المطروحة استطاعت أن توحد صف الحراكيين بل برزت صراعات الزعامة وجدالات حول الهوية تسببت في فقدان البوصلة لدى كثيرين وأخلطت بين الأولويات فهل إطالة أمد الأزمة في صالح الجزائر وفي صالح الحراك أسعد الله أوقاتكم مشاهدين وأهلا بكم إلى نقاش الجزائر في عدد جديد من الإخبارية الأولى في الجزائر والذي سنناقش فيه من الثاني والعشرين فيفري إلى الثاني والعشرين من جوان أي اليوم أربعة أشهر كاملة ماذا تحقق فيها وماذا ينتظر